من بنغازي الأكاديمي والمحلل السياسي الدكتور مختار الجدال أهلا بك دكتور مختار إذن دكتور مختار بالأمس رأينا رمزية يعني سياقة رئيس الوزراء سيد بيبة للجرافة التي أزاحت بعضا من الساتر الترابي لكن الجيش الوطني الليبي قال لم يتم فتح الشارع ما بين الرمزية والواقعية أين يكمن السر في فتح هذا المجال أو مستقبل فتح هذا الطريق شكرا مرحبا شكرا على استضافة تحية لك ولمشاهدين حقيقة ستفتح الطريق حتى خمسة زياد خمسة اليوم ستفتح الطريق لقطع الطريق عن ما فعله دبيبة أو ما يعرف برئيس حكومة الوحدة الوطنية يوم عمس هذه المسرحية الهزلية التي قام بها دبيبة طبعا فكرة أن نجيب جرار ويحول الساتر الترابي ولكي يرسل رسالة للمجتمعين في برنين 2 بأن من يعرق الفتح الطريق الجيش الوطني لكني أعتقد أن اليوم خمسة زياد خمسة ستقرر فتح الطريق لكي تقطع الطريق عن ما دعاه دبيبة يوم عمس دبيبة يوم عمس ظهر في مشاهد عدة يعني مش غير في الطريق الساحلي حتى في استقبال طائرة المعمر قدافي العائدة من فرنسا متل على الليبيين مسرحية هزلية أعتقد هذه الحكومة مرتمية ارتماية كامل في أحضان الميليشيات وهي حقيقة يعني لكن دكتور مختار هو دفع مقابل ما يعني كمحلل للصور التي شاهدناها هي أفكار ذكية جدا يعني أفكار تعطي مساحة لإيصال وجهات النظر السياسية للعامة الليبيين يعني وهو نجح في ذلك يعني لا أحد ينكر هذه المسألة طبعا طبعا الرأي العام في ليبيا منبسط بما شاهده ولكن خلف الأكمة وراء الأكمة ما وراها يعني هذه القضية هذا مؤقت هو اشتراه ركوبه على البلدوزر يوم أمس لإزالة الساتر اشتراه بسبعة مليون دينار ليبي منحهم للميليشيات ومازال الحبل على الجرار مازال كلما أفلست هذه الميليشيات أو هذه المجموعات أقفضت للطريق إذن هو وضع قاعدة للاستغلال ولاستفزاز الحكومة ولمزيد من ضخ الأموال للميليشيات حقيقة يعني الأمر لم يكن مبني على قاعدة باتفاق بين 5 زياد 5 وضع قوة للحماية يعني هناك اتفاق لابد أن يوضع طيب البعض دكتور مختار شبه ما حدث بالأمس ولو كان لم يكن فتح كاملا كما أكد الجيش لكنه كسقوط جدار برلين البعض هكذا قال من الليبيين لكن دعني أعود إلى موضوع الثقة طيب نحن هناك رمزية لما فعله رئيس الوزراء لكن إلى أي مدى نحن أمام مسألة ثقة يعني مسألة فتح الطريق هل لدى الجيش الوطني اعتراض عليها من الأساس أم هي أمور فقط فنية يعني وجود الغام وجود أمور قد تعيق الفتح الكامل بسبب أمنية يعني مسألة الثقة هل هناك مشكلة فيها لا لا هي مسألة أنا في تصوري أو أن القيادة العامة وقيادة الجيش وضعت هذا الموضوع في سياقة الترتيبات خمسة زائد خمسة أو ما سمي تلجة العشرة بإشراف الأمم المتحدة ومبعوتها إلى ليبيا وممثلها فليكن هذا الإجراء عن طريق الخمسة زائد خمسة لماذا دبيبة يستبق الأمر يعني هم كانوا مقرر لهم أن يستمعوا اليوم لوضع آخر الترتيبات لفتح الطريق إذن القيادة العامة والجيش الليبي يريد أن يكون الفتح على قاعدة أمنية مثل ما تحدث يوم أمس سيد مدير إدارة التوجيه المعنوي هذه هي القاعدة لابد أن نتفق هي الطريق هي الطريق إلى غرب ليبيا مفتوحة بس في زيادة في المسافة حوالي 300 كيلو أو 400 كيلو هي مفتوحة هي الناس تمشي وتتزاور والبضايع تنساب هي إشكالية هذا المشهد أو هذه الجزء من الطريق الفاصل بين مدينة سرط ومدينة مصراتة وهذا محتاجين حتى في الانتخابات القادمة لأن السرط تابعة دائرة تامنة اللي هي دائرة مصراتة إذن نحن محتاجين إلى فتح هذا الطريق على الأقل للانتخابات في ديسمبر القادم لكن ما قام به دبيبة من مسرحية هو الذي يعني يضع تساؤلات نعم يضع تساؤلات لماذا قبل برلين لماذا هذا كل هذا المشهد المسرحي الهزيل لماذا يعني ليش طالما أن الأمر واخد طريقة نعم طيب أشكرك من بنغازي الأكاديمي والمحلل السياسي الدكتور مختار الجدال شكرا جزيلا لكم شكرا جزيلا لكم